سمعوني؟ نعم تمام تنزلت على فلسطين والعراق واليمن وسوريا وليبيا من منكم فقد غالة أو صديق أو إم من جراء النزاع أو التهجير؟ من يعرف برد كنون القاسي بخيمة لاجئ؟ بلداننا عم تكلها الحروب والقهر والتمييز والتفرقة ونحنا عم يكلنا شعور إن بسيس الأمل ضعيف ضعيف صح بس موجود موجود فيكن وبكل منظمة ومنظمة بالعالم العربي ولازم من قوي شعلة الأمل لأن بجهودنا بتنام عائلة لاجئة بمسكن دافة وبينزر الليل على بيت آمن بيحميهن وبيكبر تميم بين أصحاب بيحبوه وبيوعى وبنام على أهل وأساذي بيذكروا كل يوم إنه إنسان عظيم وبيسترجعوا في راسه بوثينا وكل شبابنا أمل بمستقبلهم وبيوصلوا كل يوم عمكان عملهن راسهم عالي وابتسامتهم تتحدى كل الصعوبات وبتجتمع عيالنا حول عشر عيد عم نوزع الخبز ونظرات الحب ما في لا سلاح يفرقنا ولا أنابل ونفتح شاشات كومبيوترنا على صور شباب وصبايا مكناهن عم بيقودوا اجتماعات لتخطيط حملاتهم ومعهم قيادين وقيادية عم يسعوا للتغيير جهودكن انتو رح تعمل كل الفرق وانتو منكن لحالكن نحن بأهل موجودين لندعمكن وطورنا مساء القيادة والتنظيم لنبني قدرات المنظمين والمنظمات بالعالم العربي ونمكن حملاتهم إذا مستعد تكملي معنا مشوار بناء قوة الناس وإذا مستعد تضوي معنا شمعة الأمل التزموا انكن ترسم له رابط التقدم للمساق لفرقكن قبل 30 نوفمبر اللي مستعد يفتح المايك ويقول مستعد مستعدة مستعدين مستعدين الرابط شكرا سلوى الرابط صار عندكن بالشات بحب انكن تبعتوه كل اللي قال مستعد واللي قالت مستعدة تبعتوه لأعضاء فرقكن ليقدموا قبل 30 نوفمبر اشتركوا في القناة